اشتركوا في القناة فخلونا نكمل الشرح عندنا اول شيء حقيبة الظهر او حقيبة الطعام الفائدة منها هذه بتضيف اكل لما تستخدم شوف شوف هي الشخصية ناقص صح استخدم اكل دجاج بنفس القتال اكل دجاج على طول فهذه بتفيدك يطوي الامر والسلامة اثناء القتال يعني مثلا لو كنت لعب الحالك ما يحتاج تروح تطلع من القتال تبدل على طول من الحقيبة هذي شلون تفتح الحقيبة تدخل على خريطة وتنتقل عند مدينة الهواء اللي هنا فتروح عند العلامة هذي يا رب يضغط لايك يا رب يضغط لايك لا ضغط لايك مع ان اشتراني انا مدري عنه يا رب يضغط اشتراكوا لايك يا رب الوكاد تتكلم حاذي حلو وبعدها تاوصل يطوي الامر عند اللفة الخمسة عند اللفة الخمسة هذي موجودة هنا لما توصلها لفة الخمسة وش راح يصير مو على طول يعني تكون معك مو على طول تكون معك تروح تصنح انت الله ليه هناك الله ليه هناك تروح عند راية الورشة وينو تتكلم معنا على طول السلام عليك يا خلا رب شلون الكاميرو ف تسوي فلترة تخليها لدوات بس وتصنحها من هنا حلو حلو خلنا نروح عند الادات اللي بعدها عندنا الادات الثانية اللي هي الادات هذه مميزة جدا فلو كان عندك موارد كثير حلو يمديك تضيفها وتستخرج لك اشياء ثانية خلونا نجرج بالحين استخدمت الادات نحن كذا تكلم معها اضيف الموارد اللي عندي حلو نشوف الموارد اللي احتاجه مثلا بضيف اخضر اضيف 150 اخضر الظاهر ما يفرق اللون سوى كان لون عادي لون اخضر ما يفرق اتوقع يأطيك الموارد ان تحظك نجرب الحين الحين وش اللي عليك اللي عليك انك تدمجها ببيات عنصر اسمي المثال عنصر تضربة تضربة لين ترفع الهيل تشوف تاقي تضربة فابستخدم ultimate كازوها مثل ما تشوف قاعدة ترتفع مع كل دمج زونقلي بعد اضيف هنا زونقلي عشان البرج يدمج زي ما تشوف فمن الافضل اه اتدمج ابل عناصر مثل ما تشوف اضيفة راحت 94 94 100 خلاص اعطيتك الموارد مثل ما تشوف اعطيتك كتب وعطيتك اشياء ثانية مو تتحمس الحقيقة ادري ادري انك تحمس تضغط لاك واشتراك وتحمس صح تبتروح تضبط الخطة لا من الشروط انك تنتظر كل بعد ما تسوي مرة تنتظر اسبوع واحد او ستة ايام مثل ما تشايف ويمديك تكرر الحركة مرة ثانية واسه هذه الادات حلوة وميزة بتفيدك فخلنا نروح عند الادات الثانية عندنا تليبورد المتنقل او تليبورد اللي يمديك تحط في اي مكان مثل ما تشوف هذا هو التليبورد الفائدة منها بتضيفها مثلا في مكان صعب وترجع وتنتقلها على طول قبل ان استخدمها شلون تفتح التليبورد هذا او شي تحصل السمعة هنا ترفعها في المدينة هذه ترفع السمعة مثل ما تشوف تتكلم مع اخت العرب وبعدها تختار المكافات بتحصل لا يطول الامر عند لفل ستة موجودة هنا هذا التليبورد موجودة هنا تروح عند المصنع وتتكلم وتسوي فلترة وتحط خيار على دوات وهذا التليبورد بتحصل هنا وتصنع كثر اللي تبيع على كيفك على حسب الموارد اللي عندك فعلى سبيل المثال انا بكون ابنتقل هنا مثلا في المقطع راح تصادف وانتقل هنا فاضيف تليبورد هنا ما عندي مشكلة استخدمت التليبورد هنا مثل ما تشوف تفعله هذا الشاب انا ما شغله الطيب شا عندك انت يلا يلا اراح لها لك يلا شوفو احنا لو راح بتجرب هذا موجود عندي لو راح بتجرب بيقدماك سبع ايام التليبورد بيقدماك سبع ايام ويختفي حلو فانت حاول انك تشوف وقت التليبورد تروح تجدد قبل لا ينتي عشان ما ترجع مرة ثانية وتضيف تليبورد جديد وبس ماذا ما تشوفون انا انتقلت عن نفس المكان اللي كنت فيه هذه الاداة مميزة حلوة فخلنا نروح عند الاداة اللي بعدها في عندي ثلاثة دعوات متشابه نفس البعض نفس الشكل مثل ما تشوفون فهذه طويل العمر بتكشف لك الصندقة القريبة هذه في عالم الهواء حلو عالم الهواء بالتحديد هنا انا موجود فيها الحين هذا عالم الهواء عندك عالم الارض موجود هنا عندك عالم الكهرب هذا موجود هنا زي ما تشوف وعالم الطبيعة موجود هنا هذا تيكيه تيكيه خلونا نكمل الشرح جهاز هذا شوف والجهاز هذا حلو لو استخدمنا الحين تضغط عليه بيعطيك هذه شفت اليتفر حلو خلنا نشوف الحين شوف اليتفر يعني بتوجه كي بتوجه مثل تقول رح سيدة الصندوق موجود هنا بالمكان هذا تبحث عنه وتلقي الصندوق شلون تفتح الأجهزة هذه عندك أول جهازين بتروح عند عالم اللوي اللي موجود هنا دقيقة دقيقة في حركة نسيت لذكر لكم عشان تعرف العوالم بشكل أسهل تفتح الخريطة في خيار اللي تحت هنا تضغط عليه بتحدد هذا عالم الهواء زي ما تشوف هذا عالم الكهرباء مثل ما تشوف هذا عالم الأرض وعندك عالم اللي هو الطبيعة هذها موجود هنا عشان تتنقل بشكل أسرع فحبي تذكر لك النقطة هذه تفتح الأجهزة هذه لتكشف لك الصندوق هنا تتكلم هذه حلو فبتحصل عند لفل 6 آه في واحد يدخل ماليش مشغول أنا ماليش تنو القطع بتحصل في مدينة الهواء مالهواء ماليش المعذرة مدينة الأرض هذه تتكلم هنا وبعدها تختار على الأدوات ويمديك تصنح من هنا تصنح نفس الشي تروح لعالم الهواء ويمديك تصنح هناك في الورش الأدوات الثالثة وعالم الكهرباء نفس الطريقة كلها عليك أن توجه لعالم الكهرباء حلو وين 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 أعطيها زوم وتتكلم مع البنت وترفع اللفل إلى لفل 9 وبعدها يمديك تصنع على طول من الورش اللي هنا تصنع لكيفك ويكون الجهاز معك هذه الفائدة منها بتتحصل لك الصناديق وتساعدك لما تستكشف العالم خلنا نروح عند الأداة اللي بعدها في أداة زي ما تشوف مهم موجودة عندي ثلاث أدوات مهم موجودة عندي هلو الفائدة منها بتعلمك على قطع الأبراج يعني بتعرف قطع الأبراج فلو دخلنا على المصنع نفاتح أول ندخل على الأدوات هذه موجودة هنا مثل ما تشوف هذه بتعلمك على قطع الهواء يمديك تصنع منها وبعد ما تعلمك على قطع وحدة رح تختفي منك الجهاز ترجع تصنع من جديد وهنا عالم الأرض بعد نفس الطريقة تصنع وعالم الكهرباء في عالم الطبيعة للحين ما اطلت القطع حق جهزة هذه عندنا أول قطعة اللي في عالم الهواء كلها عليك انك تروح عند العلامة هذه وترفع السمع إلى الفل الثنين وبعدها يمديك تروح تصنع الجهاز من المصنع حاب اني اختصر لكم الشرح عشان ما يطول عليكم فخللنا نروح عند الطريقة الثانية فالقطعة الثانية اللي هي في عالم الأرض لو ضغط هنا نفس الشي بعد تروح عند علامة السمع هذه وترفع إلى الفل الثنين وبعدها يمديك تصنع القطعة بدون أي مشاكل عالم الهواء نفس الشي بعد تروح هنا وترفع السمع هنا إلى الفل الثمانية بس ويمديك تصنع ها من المصنع وعندنا آخر قطعة اللي هي في عالم الطبيعة ترفع السمع إلى الفل الثمانية بعد ويمديك تصنحها من المصنع السمعة هذه تعطيك مهام تخلصها وراح يرتفن معك اللفل هذه فائدة القطعة الثلاث خلنفترضين مثلا لو بقي لك قطعة من تطويرها لبراج فتستخدم من الأجهزة هذه بتعلمك المكان على طول نروح الحين عند الأداة اللي بعدها أتمنى أتمنى منك دائمك وصلت للنقطة هذه يلي تعطينا اللاكو الاشتراك ما نبك شي على المية ألف ويلي تتابعنا على حساب التيك توك بنزل هناك بثوثا على العاب وضيفني بسنا بشات راح تلقى كل شي في أول تعليق هذا زنقلي هذا زنقلي أنت لما قلت لي أبشر تم وليهمك أبو جابر شوف زنقلي قاعد يحتفل الأداة هذه اللي راح أذكرها لك راح تساعدك في عالم الثلج اللي موجود هنا أدري أن ضاربك البرد هناك وكل شوي تبتشوف لك برج نار بس ما هي مشكلة الأداة هذه راح تساعدك اللي هي طويل عمر والسلامة تدخل عندها حداد حلو وهو الخيار تحول هذه تخليه خيار الأدوات هذه ملاحظة مهمة بتلاحظون اللي شرحتها لكم الثلاث هذه هذه تصنحها من الحداد تروح عند أقرب حداد وتصنع على جهزة هذه هذا القطع اللي كنت أقصدها أنا لكم حق الثلج دعونا نصنحها الآن زي ما تشوفون الآن صناعة الأداة هذه نضغط عليها فراح شرحكم الحين شلون تفتحون الأداة هذه هذه ما هي الحين موجودة لو استخدمت واحدة الحين مثل ما تشوف خلاص ابتقد يطوي الأمر 120 ثاني أنا جبت الأيد كذا أتوقع أني جبت الأيد لأنه مفروض أني استخدمها في المكان الصحي اللي هو مكان الثلج اللي هنا ما هي المشكلة لو كاد أنك تستخدمها أنت هنا خلونا أشرح لكم شون تحصلون القطع هذه ففي شجرة الثلج هذه موجودة هنا ترفع يطوي الأمر اللي فالهنا تدخل عليها وبعدها نضغط على هدايا مثل ما تشوفنا نرفعها لا لا حد أو ليفل ماكس بعدها بتحصلها يطوي الأمر أن ليفل أربعة هذه موجودة هنا هذه القطعة أو قطعة النار اللي تزاعدك في عالم الثلج آها قاعد أسمك قاعد أسمك لا لا تجحد قاعد أسمك تبتعرف شنو تطور الشجرة هذه وتبتعرف شنو تفتح الشجرة هذه لا عليك كيف تفلتيوب قنيشين امباكت أبو جابر رح تلقى مقاطع كثيرة منزلها هنا حلو ف بتحصل من ضمنها مقطع هذا ومن ضمنها بتحصل مقاطع ثانية ممكن تساعدك وانتو ما تدري فتمنى لكم شاهدة ممتعة وخلونا نكمل الشرح عندنا الأداة هذه يا وحش هذه بتساعدك هذه بتخليك يا أخي صاروخ صاروخ لما تطير بتطير بشكل أسرع فقبل نجربها عشان تفتح القطع هذه تفتح الخريطة تروح عند عالم الكهرباء حلو وترفع هذه إلى لفل خمسة لما ترفعها إلى لفل خمسة تجيك القطع هذه على طو شوف أول شيء راح نكون بدون قطعة راح نطير على بيتها ذاك بدون قطعة شوف الصرعة شوف شوف ان الصرعة عادية صح صرعة عادية شوف الحين شوف الحين لما استخدم القطعة شوف بطير على البرج اللي هناك على خير استخدمت القطعة الحين شوف شوف الصرعة شيت شون قاعد يطير بشكل أسرع وصلت هناك قبل لا أنزل خلونا نجربها بعد أشان تكون واضحة خلونا نطير هناك على آخر شي آخر شي شوفوا شوفون ممكن أني أوصل المكان هذا قبل أن أطيح في البحر يا إلهي ماذا أرى زي ما تشوفون وصلت هناك لو طيران عادي كان طحت فراح تقدمعك هذه التأثير 30 ثانية هذه بيزيد لكسرات الطيران بنسبة 30 بالمية لمدة 30 ثانية حلو؟ يعني تطير بشكل أسرات بس هذا هو مقطع اليوم أتمنى أجابكم لا تنسوا لكم الاشتراك ويلي تتابعنا على حساباتي راح تلقى كيشي في أول تعليق ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر